أقام المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية مائدة مستديرة بعنوان الإعلام والمشاركة السياسية للمرأة بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والشخصيات الإعلامية وذلك ضمن برنامج التمكين الانتخابي للمرأة بهدف إلقاء الضوء على العوامل المشكلة لصورة المرأة البحرينية المشاركة في العمل السياسي مائدة مستديرة حملت عنوان الإعلام والتمكين السياسي للمرأة طرح المشاركون من حولها تساؤلات عدة أغلبها تدور حول محورين رئيسيين أحدهما تحدث عن دور الإعلام في تشجيع المشاركة السياسية للمرأة البحرينية والآخر كان حول دور المرأة البحرينية في التأثير على الإعلام وتشكيل الصورة الصحيحة لها كمشارك فاعل في الحق السياسي دور الإعلام مهم جدا في إبراز هذه الجهة في توعية المواطن البحريني بأهمية دور المرأة السياسيا الدور السياسي لا يقتصر فقط في وصولها إلى قبة البرلمان ولكن المشاركة السياسية ممارسة دورها وممارسة حقوقها السياسية هو المهم جدا في هذا الموضوع أعتقد مهمة جدا في سعي والأدوار يقوم فيها المجلس العلاء للمرأة من أجل تمكين المرأة البحرينية السياسية نحن في الإعلام منذ بداية مشروع الصلاحي منذ قيام المجلس العلاء للمرأة شركاء استرتيجيون للمجلس العلاء للمرأة في تحقيق أهدافها التي تتمثل في تمكين المرأة البحرينية السياسية ولأن المجلس الأعلى للمرأة يعي تماما دور الإعلام في كونه شريكا أساسيا في إبراز حجم المشاركة السياسية للمرأة البحرينية فقد حرص على أن يقرب وجهات النظر بين المرأة والإعلام خاصة وأن البحرين مقبلة في عام 2018 على انتخابات نيابية وبلدية من خلال مناقشتنا لهذه الأمور اليوم تضح ثلاثة عناصر مهمة أولا بالنسبة للمرأة تمكين سياسيا إذا كانت هي فعلا ملتزمة وراغبة في الوصول إلى مثلا المجلس البرلماني القادم الشيرين 18 بإمكانها وعليها أن تخطط من الآن وتعمل مع مثلا وسائل الإعلام الهدف من هذه الندوة أو ورشة العمل هي وضع استراتيجية ورؤية واضحة من أجل الدفع بالمرأة إلى التمكين السياسي نحن اليوم بحاجة إلى التناقش والجلوس على طاولة واحدة من أجل وضع هذه الاستراتيجية كل حسب خلفيتها وضع استراتيجية إعلامية وطنية شاملة تهدف لإبراز إنجازات المرأة البحرينية في شتى المجالات ومعرفة الأدوات ومفاتيح التأثير على الرسائل الإعلامية ودور المرأة في تغيير صورتها في الإعلام وما هو المطلوب من الإعلام لدعم دور المشاركة السياسية للمرأة تساؤلات استطاع المشاركون أن يحيكوا بداية خيوطها في الجولة الأولى لتأتي لاحقا جولات يكون للحديث فيها بقية سهر عصفور لبركز الأخبار تلفزيون البحرين